كل مصاب يبشر بالعاقبة الحميدة إن صبر كل مصاب ولهذا يسلى كل مصاب إن صبر يبشر بالعاقبة الحميدة والمآل الطيب في دنيا وأخرى ولهذا أمرنا أن نبشر الصابرين أمرنا أن نبشر وبشر الصابرين ولهذا يعني الإنسان عندما يصاب في ماله في فقد ولده فقد محبوب عليه مثل ما قال الله ولن نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال وبشر الصابرين أحدد نوع البشارة وإلا أطلقها أطلق والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم الآن قالوا بشر الصابرين ما قال مثلا بالجنة ما قال مثلا ب راحة في الدنيا أو نعيما في الدنيا أو ما عدد قال بشر الصابرين فيتناول البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة فكل صابر على شدته ومصابه له البشارة وهذه تسلية له ولهذا يعد قول تعالى وبشر الصابرين تسلية لجميع بصيب بمصيبة وأحد العلماء له كتاب اسمه تسلية المصاب أحد علماء الحنابلة مطبوع له كتاب تسلية المصاب عمدته فيه وبشر الصابرين هذه عمدة في الباب عمدة في الباب ولهذا ينبغى أن تكون حاضرة عند المصيبة حتى يتحلف الصبر فيفوز بماذا بالبشارة لكن سبحان الله لو أنه لم يتحلب بالصبر تكون خسارته من أين من جهتين من جهتين الجهة الأولى الشيء اللي خسره والشيء الثاني فقد البشارة لكن إن صبر فيه عوض لأن كلمة بشارة فيها العوض فيها العوض وفيها الثواب وهو أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده للصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم من مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عمر الخطاب قراء الآية وقال نعم العدلان ونعمة العلاوة لأن البعير إذا حمل فيها فيها عدلان تحمل فإذا ملئة وزيد له أيضا فوق سنامه أيضا علاوة على ذلك قال نعم العدلان ونعمة العلاوة وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة حذان عدلان وعلاوة على ذلك وليك هم المهتدون كل صابر على شدة ومصابة له الإشعار له الإشعار له الإشعار له الله وليك